بسم الله الرحمن الرحيم هذا الفيديو التامن عن شرح الكاترونيات عملي بهذا الفيديو رح ناخد عن دارة القطع من ناحيتين من نصف النبضة الموجبة ومن نصف النبضة السالبة لو جينا شخن شغلناها بالشكل الآتي رح يعطي هيك الخرج رح نتبع الدارة في نصف النبضة الموجبة رح تتراوح القيم عنها من فوق من الصفر للقمعشر طيب رح نمشي خطوة خطوة رح نتفق انه جهد هذا هو سبعة زائد سبعة وجهد هذا هو ناقص خمسة زائد سبعة هون وناقص خمسة هاي ناقص خمسة بسبب القطب جايب مقلوب او هذا المنبع مقلوب بالتالي جهد الجهد ناقص خمسة وليس خمسة وهون سبعة لانه هون جهتون نظامية والتالي من الصفر للسبعة مثلا من الصفر للستة هذا رح يكون اوف ليش لانه عندي يهم الصفر هو ذي بي والبي ان هو سبعة بالصفر للستة رح يكون الفي بي أظن الفي ان هون رح يكون محيز عكسي والتالي قاطع ما رح يشتغل بالصفر بقى لما يصير قيمته سبعة رح يشتغل يصير سبعة تساوي سبعة في بي تساوي في ان والتالي هذا رح يشتغل هون مثلا بنصف النبضة الموجبة هذا الدايود رح يكون دائما اوف لانه من الصفر الاثناش عنديها دائما قيمة موجبة للفي ان والفي بي هو ناقص خمسة بالتالي الفي ان هو دائما قيمة موجبة والفي بي هو قيمه سالبة بالتالي هذا محيز عكسيا قاطع في كل نصف النبضة الموجبة يعني احنا اعتبره ما موجود في نصف النبضة الموجبة هذا فرعنا المركز عليه في نصف النبضة الموجبة وهذا الفرع من الصفر الالستة مرة يشتغل الان بالتالي من اللحظ انه من الصفر الالستة رح يعني رح يصير نفس الشي الين نفس الوي اوت لو جينا مسلا صغرنا هيك هاي الام كل خط شاد يساوي عناها مسلا عشرة كل خط معناته هو عشرة بولت لو سبعناها خمسة وبالتالي كل خط يعادل 5 فولت يعني هذا ما بقى سير عقيمة الجهد وبس تخطيع للرسم أو للأحداثيات بالتالي بالصفر هون للستة سيكون أف سبعة رح يشتغل تمانة رح يشتغل كمان لأنه تمانة أكبر من السبعة بالتالي في نصف النبضة الموجبة هاد الفراء قيمة جهده هو 7.7 أو جينا حطينا هيك على قيمة فعلا هو 7.7 السبب أنه هذا قيمته 0.7 وهذا قيمته 7 وهذا نتفاقنا أنه هذا الفراء ما موجود في نصف النبضة الموجبة لأنه قاطع دائما بالتالي 7 زائد 0.7 رح يعطي 7.7 وموصوله على التفرق مع الحمل بالتالي الفراء الموصولة مع بعض على التفرق وتمنق نفس الجهد رح يعطي 7.7 بننزل على نصف النبضة السالبة من لاحظ أنه لازم يكون نائس 5.7 السبب في نصف النبضة السالبة رح ترابع القيم بين الصفر والنائس 12. بالتالي هذا الفراء ما رح يكون موجود لأنه هذا الديود هو قاطع لأنه من الصفر للنائس 12 مثلا ويأخذ مثلا نائس واحد. النائس واحد هون كل قيمة مسالبة الفي بي كل قيمة مسالبة من الصفر للنائس 12. وهون عنديها الفي ان قيمة 7 يعني موجبة. وبالتالي هذا رح يكون قاطع دائما لأنه الفي بي أزغل الفي ان. هون من الصفر للنائس خمسة من الصفر هون عنها ياها للنائس خمسة الفي ان هي نائس خمسة والفي بي هي نائس خمسة والتالي من الصفر للنائس خمسة ما رح يشتغل هذا الديود لأنه رح يكون قاطع نلاحظ انه الفي ان نفسه الفي اوت رح يطبع. اما. نصفرنا نائس للاربع عفوان. نما يصير نائس خمسة رح يكون تساوي الفي بي بالتالي. هادي الديود رح يكون اون. ورح يصير حالة صليك. والتالي جهد هذا الفرع هو خمسة اناس خمسة فاس سبعة هذا جهده مواصف فاس سبعة وهذا جهده نائس خمسة للتالي نائس خمسة فاس سبعة رح يكون موصولة مع التفرم مع الحمل ورح يعطي نفس قيمة الجهد هذا الفرع النائس من الصفر للنائس أربع رح يكون لأنه الـ VN هي أكبر من VB لما تصير نائس خمسة وفوق يعني نائس ستة نائس سبعة VN رح تصير أصغر من VB ورح يكون هذا ورح يسمح بتشغيل هذا الفرع هذا كان كل شيء عن هيتار